الفساد تلك الكلمة الأكثر تمثيلاً لطمع الإنسان وجشعه ظاهرة قديمة حديثة إلا أنها وصلت في عالمنا اليوم لمستويات باعثة على الصدمة والذهول لسيما في عالمنا العربي الذي احتل المراكز الأولى في قائمة الدول الأكثر فساداً وفقاً لتقارير منظمة الشفافية الدولية والتي أظهرت فيها التراجع الواضحة في مكافحة الفساد والرشوة على مستوى العالم والذي شمل أيضاً 22 دولة عربية 86% منها حصلت على درجة أقل من 50% وجاء العراق في المركز 162% في ترتيب القائمة التي ضمت 180 دولة المواطن العربي اعتاد على سماع ترتيب الدول العربية المتدن في قوائم المنظمات التي تراقب معدلات الفساد حول العالم فقد أضحت معظم دول الوطن العربي مرتعاً للفساد والمفسدين فلتكاد تلتفت إلى جهة إلا وترى الفساد بالعين المجردة أو تحس بآثاره في كل ما يدور حولك وسط تساؤلات المواطن العربي بحسرة وحيرة لماذا ينهش الفساد أوطاننا ويسرق خيراتنا؟ تكلفة الفساد العالمي التي قد تصل لنحو تريليونين ونصف لتريليون دولار سنوياً بحسب الأمم المتحدة تلك التكلفة كان للوطن العربي النصيب الأوفر منها فإن الفساد لا يزال متفشياً ومترسخاً في منطقة ثبت فيها أن أي محاولة لإرساء الديمقراطية باتت كالمهمة المستحيلة ولا تزال فيها الحريات المدنية تقبع تحت الرقابة الحكومية القمعية كما فسخ فيها العقد الاجتماعي بين الدول ومواطنها منذ عقود مضت الدول العربية بحكامها جعلت من معركة محاربة الفساد مجرد ديكور لتجميل النظم الحاكمة فأصبحت بيئة تفرز الفساد بسبب غياب الديمقراطية ونظام النزاغة الرقابية فهذه الدول بمجملها تعاني من الفساد بكافة أشكاله السياسية والاقتصادية وغيرها اجتماع الدكتاتورية السياسية مع الجشع الاقتصادي معاً في النظام الحاكم وهذه هي الحالة المسيطرة للأسف في معظم بلاد عالمنا العربي الغني بالموارد إلا أن هذه الثنائية أدت إلى تراكم ثروات هذه البلاد في أيدي قلة قليلة من المتنفذين الجشعين فلم تستخدم لدفع أي عملية تنموية في البلاد بل إن مصيرها غالباً هو التغريب أو تدفع لنيل رضا ضباع العالم لضمان دعمهم في البقاء والاستمرار في السلطة أو يتم إهدارها بشكل مستفز ومثير للشمئزاز أمام أعين الشعوب المسحوقة اشتركوا في القناة